في الميناء بيبدأ مع سارة وجاكسون وهما بيقضوا مع بعض وقتهم في جزيرة جنب مدغشكر لمدة سنة وبيشتغل جاكسون مدرب غطس على الجزيرة وبيحاول يقنع سارة انها تقيش معها هناك ولكن بحكم شغلها بتكون لازم ترجع تاني للندن قبل ما مودرها يرفضها وبيكون جاكسون متضايق من قرار سارة انها تسيبه وتسافر ورفضت اقيش معاه فبيقوم عشان يجيب لها حاجة تشربها وبعدها بيطلع بره الحانة مؤقتا فبتفتكروا انه سابها ومش راجع تاني وبتقوم من مكانها عشان تتحرك على المطار وبيرجع تاني جاكسون ليها بيلايها مشي توسابته وبيفتكر هو كمان ان سارة قرار تسيبه وبتعدي سنة وبتتصل باسكال صاحبة سارة بيها عشان تتأكد انها رايحة للطائرة بتاعتها علشان تحضر فراحة لا يتعمل على الجزيرة وبتوصل سارة الجزيرة وبتقابل صاحبتها باسكال وبتشوف قدامها ان جاكسون لسه شغال على الجزيرة وبتعرف انه فتح مدرسة غطس وبتضطر انها تقابله بالليل في الحفلة وبتروح تسلم عليه وبتلاقي ان معاملته مش حلوة معها وبعدها بيستأذن من الحفلة وبيروح بيته فبتقرر سارة انها تتمشى معاه وبعدها بيروح البيت سوا وبيقضوا الليلة مع بعض الحد ما بتروح عليها نومة وبتتأخر على صاحبتها وبتتصل باسكال بيها وبتقول لها ان اخر عبارة وهتتحرك على الجزيرة اللي هيبقى عليها الفرح اتحركت خلاص ولازم تتصرف وتجيلها باي شكل فبتتصل سارة بفريدي اللي عنده طيارة خاصة وبتسيب جاكسون لتاني مرة وراها من غير ما تقوله يا راحة فين وبيكون فريدي هو كمان هيتحرك على الجزيرة اللي فيها الفرح فبتجري عليه سارة عشان تسافر معاه وبتاخد بالها من انه تعبان ومريض وبيقول لها انها مش الراكبة الوحيدة اللي معاه وبتلاقي جاكسون جاي من وراها وهيركب نفس الطيارة وبيكون شكلها وحش جدا قدامه وبتتحرك الطيارة اللي هتكون مدة رحلتها 99 دقيقة فول محيط لحد ما بتوصل لجزيرة الفرح وبيكون جاكسون بيتجنب اي حوار مع سارة ومش طيق انه يبص لها حتى فبيقعد ورا الواحدة وبينام وبيعرض فريدي عليها انها تقعد جنبه في كرسي الطيارة المساعد وبيحاول يفكرها بدروس الطيران اللي كان بيدهالها زمان وبيقولها انه يحاول الطيارة من نظام الطيارة المساعد للنظام اليدوي عشان يعلمها من جديد وبمجرد ما بيلغي نظام الطيارة الالي بيفضل يكوح جامد وبيتعرض لنوبة قلبية وبيموت فريدي في الطيارة وبتهبط بقوة ناحية المحيط وبتتحرك ستوانة حديدية من ديل الطيارة ناحية الطيار وبتدمر جهاز الجي بي اس وبتفضل سارة تستنجد بجاكسون عشان يرفع فريدي وتقدر تتحكم تاني في الطيارة قبل ما توعف المحيط وبيساعدها جاكسون وبتقدر انها تلحق الطيارة قبل ما تتدمر وبيسحب جاكسون جسد فريدي بعيد عن كرس الطيارة وبيحاول انه ينقصه باي شكل على امل انه يكون لسا عايش بس فريدي بيكون مات خلاص والطيارة بقت من غير طيار اساسي وبيرجع جاكسون لكرس الطيار وبيسأل سارة لو كانت عارفة ازاي تسوق الطيارة وبتقوله انها تعرف بس الاساسيات بس والكلام ده كان من سنين ده غير ان نظام الجي ب اس متدمر وهواتفه ما فيها الشبكة وبكده هم مش عارفين ماشين صح ولا لا وبيحاولوا يشغلوا اللاسلك باي شكل وبيجربوا يشغلوا نظام الطيارة الالي لكن ما بيستجبش وبتضطر انها تفضل متحكمة في الطيارة وبيستعينوا بالبوصلة اللي في الطيارة وبتحاول صارة انها تفتكر اتجاه البوصلة لحظة الاقلاعة وبتلف بالطيارة ناحية الغرب لكن بتلاقي انها لازم تعدي من خلال العاصفة قوية جديدة وبمجرد ما بيلفوا بيبدأ اللاسلك يلقت اشارة في الراديو وبيكلمهم واحد اس و سام وبيبلغون فريدي مات بسبب نوبة قلبية ونوم المتحكمين في الطيارة وبيقولهم سام انهم لازم يعدوا خلال العاصفة عشان يوصلوا الاقرب جزيرة موجودة قبل ما يتعرضوا الخطر نفد الوقود منهم وان الخطر الاكبر لو حاولوا ينزلوا على المية لان ساعتها الطيارة هتتدمر وهيموتوا وان ما فيش سبيل قدامهم الا المرور من خلال العاصفة وبيتقطع الارسال من سام وبيضطروا انهم يدخلوا جوالعاصفة وبيواجهوا خطر ان ممكن برق يضرب الطيارة فبيبدل جاكسون مكانه بدل سارة لان سارة خبرتها افضل منه فبيكون التحكم ليها واول ما بتدخل العاصفة البرق بيدرب مقدمة الطيارة وبتقرر سارة انها لازم تزود ارتفاع الطيارة واتطير من فوق العاصفة نفسها على امل ان يكون فوقيها صافي وبتنجح فعلا انها توصل لجو صافي لكن بسبب ارتفاع العالي بتدخل سارة وبيغم عليها وبتبدأ الطيارة تنزل بسرعة اكبر ناحية العاصفة من تاني وبيحاول جاكسون انه يفوقها عشان تتحكم في الطيارة وبتفوق لكن كل اجهزة الطيارة بتكون فصلة ومنها البوصلة لحد ما بيتحكموا في هبوطها بس بيفشلوا في تحديد اتجاه الطيارة وبيحاول جاكسون انه يصنع بوصلة عن طريق انه يكحت مغناطيس في ابرة حديد ويحط الابرة على سائل وساعتها الابرة هتعرفه من اتجاه الشمال لانها هتنجزب للشمال وبينجحوا في تحديد الاتجاة وبيخرجوا من العاصفة وبيتكملوا طريقهم من ناحية الغرب وبيلونوا الطيارة استهلكت كل الوقود اللي فيها ومش باقي إلا 5% بس فبيحاولوا الطيارة للخزان الاحتياطي وبيلونوا مؤشر البنزين زاد على اخره وبيرجع يقل من تاني بالتدريج وبيفهموا ان البرق اما ضرب مقدمة الطيارة تسر انبوبت البنزين وعمل تسريب وانه قدامهم ربع ساعة بس على ما يفقدوا باقي البنزين والطيارة تفصل وتتدمر في المحيط فبيضطر جاكسون انه لازم يخرج من الطيارة وهي في الجو ويوصل لمقدمة الطيارة كمحاولة لتصليح التسريب اللي بيحصل وبيلفي جاكسون نفسه بالحبل كوسيلة امان وبيتحرك على مقدمة الطيارة وبيفتح غطى المحرك وبيلين ان انبوبت البنزين فيها تسريب فعلا وبيحاول انه يلزقها اكتر من مرة لحد ما بينجح انه يسد التسريب ده واسناء رجوعه للطيارة رجله بتفلت وبيمسك في جناح الطيارة عشان ما يقعش في المحيط وبيسند على العجلة اللي تحته ولكن الحبل اللي ملفوف حواليه بيتربط في العجلة وما بيقدرش يتحرك من مكانه وبتقوم صارع من مكانها وبتستخدم حزام الامان عشان ما تخليش الطيارة تغير اتجاهها وبتنجح ناطق على الحبل وبتمسكه وبيبزل اقصى جهده جاكسون لحد ما بيدخل جوا الطيارة من تاني وبيكون دراعه تكسر من قوط خبطته في جسم الطيارة ولكن صارع بتقدر انها تستخدم الاستعافات الاولية الموجودة في تحسين حالة كسر دراعه وبيلون البنزين لسه ثابت عند الخمسة في المية فبتقول صارع جاكسون ان الطيارة ممكن تحرق بنزين اقل لو كانت اخف وانهم لو تخلصوا من الحمل اللي فيها هيخلوا استهلاك الوقود اقل وبتقوم صارع تيرمي كل الشنط من على الطيارة وبعدها بتضطر انها تيرمي فريدي نفسه غصبا عنها عشان تنقذ نفسها ولكن بيفضل مؤشر البنزين زي ما هو وقبل ما صارع تيرمي سندوق المشروبات الكحولية بيقولها جاكسون ان الكحول فيه نسبة من الايثانول اللي بيشغل محرك الطيارة وانه ممكن يوصل لفتح التانك الوقود الموجودة في جناح الطيارة ويفضل فيها الكحول ولكن بسبب اصابته ما بيقدرش يتحرك وبتقرر صارع هي اللي هتعمل ده وبيكون فيه خمس ازيس كحول بتحطهم صارع جنب جاكسون وبتطلع على سقف الطيارة وبتفضل تسحف لحد فتحة التانك وبتخبط على شباك الطيارة عشان جاكسون يناولها الازايز واحدة واحدة ولكن بسبب قوة الهواء بتطير اول ازيزة من ايدها وبتاخد التانية وبتكون مسكها باحكام اكتر وبتبدأ تفضيها في فتحة التانك وهي مجبرة انها تتعلق في جناح الطيارة بايد واحدة وبيبدأ مؤشر الوقود يزيد بنجاح ومع اخر ازيزة بياخدها جاكسون من جنبه بيختلي توازن الطيارة وبتتكسر الازايزة اللي جنب جاكسون وبتطير الازايزة اللي في ايد سارة وبكده بتكون فضت ازيزتين بس من اصل الخمسة وبتبدأ سارة ترجع للطيارة وبيقولها جاكسون انه تخيل جزيرة قريبة منهم من ناحية الشمال ومتأكد انه شافها والوقود اللي معهم ما يضمنش يوديهم للجزيرة اللي في الغرب فبيتفقوا هما الاثنين انه سارة تغير مسار الطيارة للشمال وبيتجه ناحية الجزيرة ولكن سارة بتفضل ماشية فترة لحد ما الوقود بينتهي خالص من الطيارة وما فيش اي اثر للجزيرة وبيقف في المحرك وبتفضل الطيارة في الهوى وبتهبط تدريجيا وبيتأسفوا البعض على كل اللي حصل بينهم وانهم كان لازم يبقوا متمسكين بعلاقتهم اكتر من كده وبيقرروا انهم هيستسلموا للموت ولكن سارة بتشوف ان في جزيرة رملية قدامها وبتقرب منها خلال هبوط الطيارة بس الطيارة بتتدمر في المية قبل ما يوصلوا للجزيرة وبيغرقوا في المحيط وبيغم على جاكسون وبتحاول سارة انها تنقذ جاكسون قبل ما ينسحب لقاع المحيط وبتلبسوا جاكت النجاة عشان ترفعوا لسطح البحر وبتطلع وراه وبيوصلوا للجزيرة الرملية اخيرا وبيفضلوا نايمين عليها لحد ما بتسحى سارة والمية بتكون قربت منها بسبب المد وبيفوق جاكسون وبيقول لها انهم على الشريط الرملية في المحيط ويختفي بسبب المد وبيعلى منصوب المحيط لدرجة ان الشريط الرملية بيختفي تماما وبيفضلوا عايمين في المحيط لحد ما بيلاو مركب صيد وبيتم انقذ سارة جاكسون من المحيط الفيديو ده كتبوا يوسف ابراهيم وسجلوا محمد طاهر للي هو انا يعني ومنتجه محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولوا صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولوا صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولوا صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام